اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صباح الخير صباح الجمال صباح السكر ازايكو حبيبي عاملين ايه احنا النهاردة نعمل مع بعض الكنافة بمكونات بسيطة جدا وفيها تكيت بسيطة تخلي الكنافة نكحة معيك وهقولك لو انت عايزها نشفة او عايزها طريق معي نص كيلو كنافة مك جسامنة كبير الشربوت معي كبايتين سكر كباية مية معلقة عسل كولوكوس انا الكنافة كنت احطها في الفليزر لو انت عايزة تكسرها في الكبة كسريها بس انا مش بفضل في الكبة لان الكبة بتنعمها اوي فانا بكسرها بايدي المستوى اللي انت عايزها بتقدر تتحكمي فيها دلوقتي حطيت كبايتين سكر هحط عليهم كباية مية واحدة ومعلقة الكولوكوس معلقة عسل الكولوكوس بتفرق كتير انا حط معلقة بس معلقة مليانة شوية اه برفعه عن نر اول ما يغلي بعصر عصرة اللمون وبسيبه سبع دقيق بالزبط وبطفي عليه اهم حاجة العسل عندك يكون بارد والكنافة سخنة انا دلوقتي معي نص كيلو لبن هحط عليهم تلات معالي انشا ودي كده الكريمة اللي انا هعمل بها كنافة النهاردة انا مش بحطه سكر اه لاني عندي الشربوت هيبقى مسكر فما بحطيش عليها سكر هي هتلاقيها مسكرة لو حطيتي سكر على الكريمة هتبقى مسكرة اوي لو انت حبيها مسكرة ممكن تحطي معلقتين سكر اه السمك اللي انا عامليه ده اه انا يعني بيبقى حلو في الكنافة لان الكريمة لما بتبقى تقيلة اوي او الطبقة بتاعتها بتبقى سميكة بتغطي على طعم الكنافة فانا بعمل الطبقة مساميكة بعملها يعني كويسة بحيث تديك طعم حلو وما تغطيش على طعم الكنافة انا كده الشربوت بقول لكم اه كده استوى معي وانا طفيت عليه السمك بتاع الكريمة كده اه حلو مش بعمله تقيل الكريمة وهي على النار اه اللي بي فيها علشان ما تعملش معاك كتل انا كده معي اه نص كيلو الكنافة بوريكي اني بصي الكنافة كده انا مكسراها السمك دوت كويس هحط عليها كوب بيت السمنة ومعلقة عسل كولوكوز انا بحط عسل كولوكوز اه بدل السكر البودرة يعني انتي لو مفيش عسل كولوكوز عندك ممكن تحطي معلقتين سكر بودرة العسل اه او السكر بيفرق في لونه كنيفة بيساعد ان هي تحمر كويس دلوقتي انا انا اقلب الكنافة بعسل كولوكوز والسمنة اه بخلي المكونات تندمج مع بعضها كويس حاولي تقلي بيها كويس اه خلي الكنافة تشرب من السمنة والعسل الكولوكوز انا كده هدهن اه الصينية بتاعتي اه قاعة الصينية بمعلقتين سمنة هدهن كويس وهبدأ دلوقتي ان شاء الله حط معاكو الكنافة الكنافة كده انا شربتها بالسمنة كويس اه حطي بقى وضغتي يعني الطبقة الاولى دي حاولي تضغطيها كويس انا بعمل حرف اه الكنافة اه بعمل حرف بالكنافة في الصينية اه مهم جدا انا بوريكي كده ان انا بعمل حرف اه حاولي تعملي حرفي للصينية علشان الكريمة لما تحطيها مجيش على الحروف بتاعت الصينية اه ضغتي جامد لو انت عندك هالرسة ضغتي بيها بس يا في المرحلة دي اه بتبقى رؤياء يعني انا بعمل الكنافة قدامكو بخليها رؤياء كل ما تخلي الكنافة رؤياء معيك حقيقي بتكون اه احلى بكتير طبعا لما تكون الطبقات اه رؤياء بتبقى اه احسن ما تكون الطبقة بتاعتها سميكة شوية انا كده مش بجري الفيديو انا ماشي معيكم اه خطوة بخطوة علشان كل تفاصيل ان شاء الله تشوفوه انا كده حطيت الكريمة وسبتها عشر دقيق اه خطوة مهمة طبعا ان انتي بعد ما تحطي الكريمة سيبيها عشر دقيق عشان تقدر تحطي للطبقة التانية من الكنافة ولو حبها تضغطي هتضغطي براح عليها مش هيجر اي حاجة طبعا في حشو كتير للكنافة في زبيب وجسط الهند وفي مكسرات اه وفي كسطر يعني في حشوات كتيرة لو انتي ممكن كل مرة تنوعي في الحشو بس انا الكريمة اللي انا حطوها بتخلي الكنافة خفيفة كده الكنافة خلصت انا طبعا مولعة الفرن من قابليها ودخلها على فرن السخن اه اهم مرحلة سوى الكنافة سيب الكنافة براحتها انا مش بولع لها من فوق انا مولعة من تحت بس علشان الكنافة تستوي براحتها اه انت هتعرف ان الكنافة استوت هتلاقي الحروب بتاعتها اه لونها بدأ يحمر لو انتي اه لايتي الكنافة من تحت حمرت ومن فوق لسه في المرحلة دي والعي الشوية اه لكن لو الفرن بتاعك ممكن يسويها من فوق من تحت مع بعض فانتي متولايش من فوق لما تحس ان هي خلاص احمرت من تحت وما تستعجليش عليها اه انا كده احمرت السوا بتاعها طلع جميل والشربات طبعا هسقيها انا بسقيها بالشربات ما تقلقش لو انت عايزيها اه طرية قطري الشربات اه انا طبعا اه بيحبوها عندي الكنيفة طرية فانا بحط شربات كتير غطيها باي حاجة عندك اه صنية انا اغطيها كده بالصنية اه وهسيبها عشر دقيق هلاقي الكنيفة شربت كل الشربات اه حقيقي كانت نجحة وكانت جميلة وولادي اللي كان بيجي من الدرس اه يجي يدقها كان بيقول لي الله يا ماما طعمها جميل السكر بتاعها كان كويس والصمك بتاع الكنافة كان كويس وصمك الكريمة اه حقيقي يعني هو واضح قدامكم الشكل اه بتاع الكنافة وكان طعمها جميل حبيبتي جربيها وامشي على نفس الخطوات ان شاء الله هتطلع نجحة معاكي ولونها اه كان جميل القمرة كمان مش مبينة اللون اه لو عجبكم اه الوصفة بتاعت النهاردة لايك وشير وسبسكرايب اه في منوعات مع رشا وربنا يقدرني حبيبي واقدر اقدم لكم كل جديد اشوفكم ان شاء الله في الفيديو جديد اشتركوا في القناة